اشتركوا في القناة لانك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتقف بين يدي ربك وحدك انت مسؤول عن عمل استتمر وقتك ولا تضيع دقيقة منك ولا تكن كمن اذا جاءه هادم للناس ومفرق الجماعات قال رب ارجعون ولماذا يعود ويرجع هل يبني دارة ويؤسف مسكنة يعني لماذا يريد ان يعود لماذا يريد ان يرجع ليعمل صالحا لعلي اعمل صالحا فيما ترك فانت الان ها هنا يعني انت ستصير الى حال تقول فيها رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك فانت فيها لانك لم ترجع وانت الان فانت فيها فهذا والله لا يفرط فيه الا مجنون ففيه هو الذي يفرط به ياتي عليه حال بعد يقول ارجعني لأعمل صالحا ارجعني الى الدنيا لكي اعمل الصالحات فانت في الدنيا ما عمل الصالحات وانت لا تطلب الرجعة والامر قريب لانك لن ترجع الرجعة مستحيلة والعرض بعيد فاعمل لهذا اليوم واستعد له واعلم انه لن يصوم عنك احد ولن يصلي عنك احد فاعمل لنفسك وظن بحياتك الاخرى لان الله تبارك وتعالى اخبرنا ان الفافر يوم القيامة يقول متحسرا يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها هذه ما هي ليست بحياة هذا كالخيال هذه الدنيا كالخيال الزائل وكالطيفي الحائل وقال برق العابر لا تبقى ان اردت ان تبقي هذه الحياة وان تظل فيها قائمة فجرب ان تقبض على الماء لا تستطيع فالذي يريدها ذاقية عندك فخابض على الماء خالته فروج الاصابع ويريد ان نخرج من مغاضعاتنا ومما قد الفته نفوسنا فيما يتعلق باوقاتنا علينا ان نظم بلحظاتنا ودقائق وتواني حياتنا والله العلم خاص هم اولى الناس بالحرس على الوقت وابن الجوزي رحمه الله تعالى لما روى حديث ابراهيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول اقرئ يا محمد امتك السلام واقبرهم ان الجنة قيعان جمع قاع وهي الارض الفلاة وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فكلما كلت هذه الكلمات الباقيات الصالحات غرست لك في الجنة نخلة فقال ابن الجوزي رحمه الله معلقا سبحان الله ما اكثر ما اضعنا من النخل بأمر يسير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولكن ان اعبر المخدولين اسأل الله ان لا نكون منهم فان الانسان يعلم الخير وهو على يقين من طريقه وبصيرة من سبيله ولكنه لا يستطيع ان يتحرك اليه حركة واحدة ولا ان يخطوى نحوه خطوة واحدة لان الذنوبه قد قيدت ولان اثامه قد اوثقت فانا لله وانا اليه راجعون نسأل الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بما ينفعنا وان ينفعنا بما ينفعنا